فجع المتابعون صباح اليوم بخبر وفاة النجمة الكويتية انتصار الشرح فالخبر اشتاح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وانتشر بين المتابعين على نطاق واسع الأمر الذي تسبب بالحزن الكبير لمحبي النجمة نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان النجمة الكويتية انتصار الشرح ونشرت ما يعبر حسابها الخاص على انستغرام صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها إن لله وإن إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشرح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبيها رحلت بنت شارد بنت جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد باي باي لندن باي باي انتصار وكانت قد انتشرت في الساعات الفائتة أخبار عن وفاة النجمة الكويتية إلا أنها بقيت في إطار الشائعات حيث خرج مروج الخبر ونفاه كما خرجت الإعلامية ميل عيدان لتنفي الخبر وكان الناشط مشعلم طيري والذي يتابعه أكثر من مليون مغرد على تويتر أول من نقل خبر وفاة انتصار الشرح وكتب مشعلم طيري تنويه حذفت تغريدة الفنانة انتصار والخبر وصلني من مرافق أحد الشيوخ في لندن وهو مصدر ثقة بالنسبة لي وتابعه لكن عندما اتصلت به لأتأكد من التغريدة قال لي أن الخبر وصله وأرسله لي دون أن يتأكد منه فشعرت بضرورة مسح التغريدة لحين التأكد فإذا كانت فعلا قد توفيت الله يرحمها وإذا لازلت على قيد الحياة الله يشفيها بدورها فقدت الإعلامية ميل عيدان أعصابها على مطلق الشائعة والأخبار المتداولة حول وفاة مواطناتها الفنانة انتصار الشرح بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى ويلستن في لندن حيث ترقد في قسم العناية المركزة هناك وقالت ميل عيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر يا جماعة الفنانة انتصار بخير وليس هناك صحة لشائعة وفاتها وأكدت ميل عيدان أنها هاتفت زوج انتصار ونفى الشائعة مضيفة أنا كلمت زوجها بوسالم وبنتها دلال معها في لندن وهي في خير لكن بالعناية المركزة تحت الأجهزة ادعوا لها بدل ما اطلعوا عليها الشائعات وكان مازين التميمي زوج الفنانة القاديرة قد طلب قبل أيام من الجميع الدعاء لزوجته بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى في لندن وفي تصريح لصحيفة الأنباء المحلية قال التميمي أن زوجته انتصار ترقد حاليا في العناية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي